الذي يتراء من النظر في صور الإمام البنة أنه هو فعلا كان معروفا بأنه شخص صاحب جماهيرية وشعبية وصاحب كارزمة اليوم إحنا لما نتكلم عن القادة والقادة الذين يستطيعون التأثير ويستطيعون التغيير من أهم السمات هي سمت الكارزمة هذه قضية لا تصنع صناعة إنما هي جبلة كما يقال فالواقع يعني الصور تعبر عن شعبية عن جماهيرية تعبر عن إعجاب وأكثر اللي في الصور شباب يعني أعمارهم ربما تظهر وكأنما هم دون الخمسة وثلاثين ربما يعني رحمه الله كان قائدا حقيقة